ابتدى يتدرج أكتر وأكتر ويروح في المغارة بقى مع الكتب المخطوطات الكتابات الأباء اللي أرى أكتر كتابات أباء أراها أراها هو في فترة المغارة وبرضو الجمع بين النقدين شوية حب الوحدة والخلوة والاعتكاف ولكن كان مثلاً أي جواب يجي له من أي حد من ولاده أو تلامزته في الإكليركية كان لازم يهتم به ويرد عليه ويشوف الأخطاء اللي فيها ولو عرف أن مثلاً دكتور فلان في الإكليركية أو الأستاذ فلان قال الحاجة الفلانية يبعث لي أقوله بلغني كذا 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 وبدالة الحب لدرجة مرة بعت رسالة لحد من الأباء وقتها بدأها بكلمة قالها معلمنا بولوس الرسول أنا الذي في الحضرة زليل وفي الغيبة متجسر عليكم قاله لك مقدمة قاله لو كنت واقف قدامك ما أعتقدش أن أنا كنت هقدر أقولك الكلام ده لكن أتجرقت أقوله لك وأنا بعيد إن أنا مجرد لي رأي كذا 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 وأعتقد أنك أنت ستوافقني الرأي وجاله رد من هذا الأب برضو وقال له فعلاً قارت جوابك باهتمام وشكرا يرجع بقى الراهب اللي عايز يبعد اللي جواه قال لله طب أنا كده موجود في الدير وبنشغل بالأمور دي لا ما ينفعش كده أنا همنع موضوع إيه الجوابات هو قرر يعمل كده ورح قديس البابا كورولوس جايب وقال له تعالى قاعد معاه كم شهر كسكرتير وكتب قانون الجاسليك اللي هو رسامة جاسليك لأسيوبيا قانون الجاسليك لأسيوبيا وبعد ما كتب القانون رجع قال للبابا كورولوس قال له أنا شايف أن أنا حابب أرجع الدير يعني قال له ليه وقال له أنا هكون مرتاح أكتر في الدير قال له تفضل ما فيش فترة بسيطة ورح البابا كورولوس في سنة 26 جابه رسمه وكاوسكه في التعليم وصارت كل حياته تشمل وكل خدمته وحتى مسماه صارت التعليم مستمر بعد كده في حفظه لهذا الأمر لو قلنا أكتر فترة كان فيها واضح وجالي في الفترة تامية وطول فترة البابا شنو ده هو مؤثر هو ربنا مدينا بابا كان مؤثر في كل وقت ما كان حتى في رهبانته بعد كمان ما مسك أسقف التعليم وفكرة أنه هيكون أول أسقف للتعليم كمان أكيد دي كانت رسالة واضحة جدا أنه هو طريقه هيبقى فيه أكتر فترة كان فيها مؤثر تعليميا أكتر فترة بزغ نجم هذا المعلم الواضح أنه هو ده هيقود الكنيسة بعد كده لا مش موضوع واضح أنه هيقود الكنيسة يعني بوقتها حتى على الأقل لنا دلوقتي دلوقتي وإحنا بنشوف التاريخ هذا العظيم كان لا يقبل إيه إلا أنه يكون قائد لهذا الكنيسة آه كده تمام يعني يعني ربنا برضو ربنا بيقول له حكمة في حكمة في ترتيباته وإحنا بنؤمن أن ربنا بيختار لكل وقت الإنسان المناسب فعلا يعني دائما وإلا أنه دي كنسة المسيح هو نفسه كان يقعد وإيه كده كل ما تيقلقوش أبدا عن الكنيسة دي كنسة المسيح مش كنسة أشخاص ما تقدريش حذرك تقول أنه فيه فترة معينة تميز فيها في التعليم عن فترة تانية ليه؟ لأن كل حاجة في مراحل حياته وتدرجها كان يعملها كان يعملها بكل أمانة وبكل إخلاص وبكل ما يملك من وقت ومن وقت وجهد زي ما قلنا في خدمته في مدارس الأحد أو خدمته في الإكليركية لكن بالنسبة لرسمته أسكف للتعليم لما قاله لما قاله أنه هو هيترسم علشان يكون مدير للكلية الإكليركية لا هو ما ترسمش بس عشان هم قاله يعني هم قالين بابا كرولوس رسم قدست البابا شنودة للتعليم وأنه يكون حفاظاً كلية الإكليركية حفاظاً على التعليم اللاهوتية لا ما كانش ده بس لا ما كانش كده قاليني بابا كرولوس ما رسمنيش بس عشان الإكليركية الإكليركية كان عدد كان عدد الأساسة فيها أكتر مطلبة لكن لا شك قاليني كده قاليني لا شك إنه هو رسمني طبعاً على النهوض عشانه النهوض بالإكليركية ولكن هو جابني بعد الرثامة وقال يا ابني الجمعيات خلاص النفوس بيخطفوا ولادنا يا ابني انا عاوز اكترجع ابني ولادنا دول لحضن الكنيسة ده القديس البابا كارولوس اللي قال له كده كلام ده بتسجل بالصوت البابا شنود عايز اكترجع ابني ولادنا لحضن الكنيسة فتلقي خدمته وهو اسكف للتعليم جزء منها الاكليركية لكن اجزاء كتيرة جدا بره الاكليركية كان الاسر الجمعية اللي موجودة حاليا مالية كل الكرازة ربنا ديوله الصحة سيدنا نيافة قنبا موسى على خدمته بدأت في عهد البابا كارولوس القديس البابا كارولوس برضو كان حد سابق عصره جدا يعني هو اول ان احنا قلنا كنا نقول دايما انه هو اول صاحب اول فكرة انشاء كنيسة خارج القدر المصري فالاسر الجمعية وبدأت في عهد القديس البابا كارولوس ولكن البابا شنودة كان ابتدأ يعمل حاجة وقتها يروح الجامعات يروح الكليات يقعد يجتمع مع الطلبة المسيحيين اللي هناك ويعرفوا ان هو هيروح لهم فيقوموا يجيبوا قالوا ممكن من اصدقائنا يجوا غير مال ويجوا يتفضلوا